أحمد عاوزين نتكلم في نقطة تانية في غاية الأهمية برضو في الحقيقة إن أي حد بيشترى عربية غالباً ما بيكون الضمان عليها إما أربع سنين أو ثلاث سنين أو مئة ألف كيلو فجرت العادة إن الغالبية العظمى بمجرد ما بيعدي المئة ألف كيلو بيبعد عن الضمان أو بيبعد عن التوكيل والصيانات الدورية وبتدي يتعامل بمجرد لما مش مع نفسه كمان يعني يا ريت اللي هو بيتعامل مع نفسه كل مثلاً كلوات محددة لأ بمجرد ما يسمع شكو أو عطل يبتدي يزور أقرب مركز الصيانة فإيه المتابع أو المفروض يتبع فيما يخصه الصيانات الدورية تحديداً؟ إن هو يبقى متابع من بعد التوكيل صح؟ آه من بعد المئة ألف آه من بعد المئة ألف أنت أهم حاجة يبقى معاك جدول كده كدبه بالحاجات اللي أنت مغيرها آخر مرة في التوكيل يعني إيه مثلاً؟ أنت مثلاً الزيت بتغيره كل 10.000 كيلو تعود نفسك أن أنت تغيره كل 10.000 كيلو بعد التوكيل بتتغير كل 20.000 كيلو دي تعود نفسك برضو أن أنت تبقى كاتب ورقة كل 20.000 كيلو هغيرهم حاجات دي فعلاً لو اهتمت بيها هتحافظ على العربية أطول فترة العربية قوية بس إحنا بنهمل فيها صحيح فلتر البنزين تغيره كل 30 من 30 على حسب الفلتر شكله إيه؟ فيه فلتر صغير ده بيتغير على طول كل 20.000 فيه فلتر اللي هو جوه ترمبة البنزين اللي هي عشان نوضح برضو للجميع اللي هي تحت الكنبة فيه ترمبة بنزين اللي بتدخب بنزين من تنك البنزين للمطور بيبقى فيه الفلتر جوه الفلتر ده بيتغير كل 30.000 ممكن فيه عربية بيتغير كل 40.000 على حسب وطبعاً تغيير الفلتر ده بيفرق في سحب العربية ايه تاني ممكن تغيره؟ البجهات فيه عربية بقى على حسب فيه بجهات ريديم مثلاً بتقعد حد 100.000 كيلو فيه بجهات بتقعد 20.000 30.000 على حسب عربيتك بقى كل واحد بيعرفها بيبقى شايف التوكيل بيعمل ايه وبيمشي على هذا الرتم انا مقدرش حددلك تغير البجهات كلها دي على ان كل عربية بتختلف من العربية للتاني ايه تاني دي الحاجات السيانة الخفيفة فلتر الزيت يتغير كل مرة مع الزيت ما تسيبوش مرة وتغيروه التانية بسوى كان 10.000 أو 5.000 اه اه بالنسبة بقى لو عايز تحط الزيت مظبوط لعربيتك ما تسمعش كلام حد خالص في الحتة بتاعت ان انت تغير الزيت من تخليكي لمعدني تخليكي ده اللي هو الزيت يعني زي ما تقول كده ايه متعقم من الشوايب يعني ومحتوط له اضافات جامدة فانت ما تحطش زيت معدني يقلل لك عمر المطور عشان حد مثلا فاني يقول لك اللي زوجة لازم تغيرها عشان المطور خلاص جاب اخر ما جابش اخر طول ما ما فيش نقص في الزيت وطول ما فيش دخنة طالعة من وراء والمطور كفاته كويسة خليك على الزيت اللي مكتوب في الكتالوج ما تغيروش ابدا خليك عليه على طول وهو بيبقى غالبا لو العربية مش تربو خمسة دابليو أربعين دي بتبقى اللي زوجة اسم اللي زوجة يعني اللي بتبقى مكتوب عجر كمان برة عشان برضو نوضح للناس خمسة دابليو أربعين دي بتبقى مكتوب عجر كمان برة صحيح خمسة دي مش معناها ان ده خمس تلاف خمسة دي الزوجة والعربية بردة قبل ما تدور أربعين دي بعد ما العربية بتسخن على الآخر بتوصل للزوجة أربعين بس الناس فاكرة ان خمسة دي دي الخمس تلاف والعشرة دي العشرة لا الموضوع ده غير كده خالص بس مكتوب بقى على الزيت نفسه كل حاجة بقى وفي زيود بيبقى مكتوب عليها يعني جراكم بيبقى مكتوب عليها أسامي العربيات بحيث ان انت تحط لعربيتك أفضل حاجة بس دي الحاجة اللي تهتم بيها وتحطها لعربيتك وتبقى انتها انت كده هتحفظ عليها أطول فترة فعلا يعني العربيات ممكن تحط لتمائة ألف ربمائة ألف من غير ما تعمل أي حاجة في المطور ربنايس سلام إن شاء الله